تتشابه يوميات النزوح وإن اختلفت تفاصيلها حيث يحاول هؤلاء المواطنون النسيانة لكن دون جدوى يتوسلون ضوءا وهواء باردا من خيام مهترئة لا تقيهم حرارة الصيف الملتكب خرجنا من الخانق نزوح من شان الحوثة وما بلا خرجنا هنا المخيم السويدة وجولنا طرابيل وحار ما نقدر نجسي حتى وساكن ما بلا هنا عند أهلي مرملة فوق جهالي وثلاثة أطفال وزوجي توفى ولا أقدر أعالجهم فلا مرضوا ولا شيء هنا علاجات ونشتي خيام ونشتي كهرباء ونشتي طياق هذا ما تبدو عليه أسرة عرفات بعد نزوح هو الثالث ومثلغ آلاف الأسر النازحة انتغى بها الحال في مخيم السويداء غربية مأرب حيث التحدي الأكبر من انعدام الخدمات الأساسية والأمن الغذائي علاوة على مواجهة أيام وليالي الظلام المصحوبة بتقلبات المناخ ما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض نحن جاءتين في خيمه وحماء ولا شيء معنا كيفات ولا كهرب ولا عندنا نامس لا وجود لتيار كهربائي ولا مياه صالحة للشرب إذ يشكو النازحون في المخيمات من تجاهل منظمات الأمم المتحدة لمعاناتهم المتفاقمة منذ سنوات وسط صمت مريب لدور الهيئات الإنسانية حيث يقابله عدم قدرة السلطات المحلية على سد الاحتياج الكبير للنازحين في المحافظة من ظالب المحافظة وأمم المتحدة وكل من يعني فيها الخير أن يساعدنا ويساعد النازحين ويشوفوا وضعهم مكشوفة للريح والغبار وانعدام الخدمات حياة آلاف النازحين الفارين من جحيم الميليشيا إلى جحيم آخر تتسع فيه معاناتهم ويتهدد حياتهم الخوف تتكشف مآسي ومآلة الحرب تحت هذه الخيام ولا يجد النازحون ما يضيء عتمة لياليهم في مخيمات تفتقر لأبسط الخدمات ليست الكهرباء وحدك ما يعانونه لكنك الخوف من المجهول تحت سماء ملبدة بأدخنة الحرب وتصاعد حدة القتال علي الجرادي قناة بلقيس مارد